أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي في مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة في هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصنع كما تطرق مدبولي أيضا خلال هذا الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادا لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ هذا وقد استهلم مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بلوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغربي سيناء ترجمة نانسي قنقر